عند النادي الاهلي ذات نفسه هذا الكيان مش هنقف بقى عند لاعب بعينه لا هنكلم على النادي الاهلي ككيان وكمنظومة دايما بتحصل على استحسان الكل وما فيش فترة بتعدي علينا غير لما بيكون عندنا زيارة ما من شخص ما بيمثل جهة عالمية ما ودايما بنسمع من هذا الشخص اللي بيعبر عن رأي الكيان اللي هو بينتمي ليه بطبيعة الحال بنسمع دايما منه كلام زي الفل في حق النادي الاهلي تاريخا وحاضرا كمنظومة عمل بالمناسبة امبارع شهد فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس زيارة عمدة مدينة منشستر في بريطانيا ياسمين دار اللي بتتواجد حاليا في مصر للمرة الاولى وبصحبتها مندوب من الديوان الملكي الانجليزي كان في استقبالها العميد احمد النحاس مدير الفرع وكمن كابتن عمر الحلواني مدير اكاديمية النادي الاهلي بالتجمع الخامس والعديد من القيادات الادارية المختلفة وطبعا في ضوء توجيهات الكابتن محمود الخطيب قامت ادارة الفرع بالاستقبال اللائق والامثل تم استحابها كمان في جولة تفاقدية لمنشآت الفرع والملاعب اللي اشادت بها جدا وكمان عبرت عن اعتزازها بزيارتها للنادي الاهلي واكدت على احترامها لمنظومة العمل والدور الرياضي وايضا المجتمعي اللي بيقوم بيه النادي الاهلي وخصوصا في ظل امتلاكه لاربع فروع في مناطق مختلفة في مصر قام كمان العميد احمد النحاس باهداء درع وعلم النادي الاهلي الى عمدة مدينة منشستر وجدد لها كمان دعوة يعني باسم الكابتن محمود الخطيب لتكرار الزيارة مرة اخرى ان شاء الله حاجة محترمة جدا نما بنشوف ان فيه اشهادات دولية للنادي الاهلي وفي كتير جدا من الاحيان يعني الشخص الماء يعني ساعد بنقولكم فيه شخص ما بيمثل كيام ما حصلت قبل كده اكتر من مرة ان يعني ناس بتمندوبة عن اكبر فرق على مستوى العالم بتيجي في الزيارات للنادي الاهلي وبتوثني على كل حاجة بتشوفها في النادي الاهلي دي حاجة برضو من ضمن حاجات كتير اوي تحسسك ان احنا كيان حقيقي بص هو النادي الاهلي ممكن يكون محطوط بعد كده او يتحط في المزارات السياحية المصر انا بكلم حضراتكم بجد مش ببالغ لان وده برضو مش كلامنا عن نفسهم محدش بتلعوا يشكر في نفسه احنا بنقول لحضراتكم واقائع لما بيجي اي حد حتى ملوش علاقة بكرت القدم بيجي ناس تزور مصر بيبقوا حريسين جدا بيبقوا يعني لهم مركز او مراكز كبيرة في دول اخرى بيبقى حريس جدا ودي حصلت اكتر من مرة وعرضناها لحضراتكم يبقى عايز يجي يزور دولاب البطولات في النادي الاهلي فرع الجزيرة بتاعنا هو عايز يجي تصور معاه هو سامع عن النادي الاهلي وسامع عن اكبر نادي وسامع عن رقم واحد في الحمد لله ما نقدر نقول مصر في افريقيا فهو عايز يجي يشوف النادي وعايز يجي يشوف الرموز وعايز يتصور مع دولاب البطولات بالنسبة له حاجة كبيرة فده اللي بيحصل فعلا فالزيارات اللي بهذا الشكل بتؤكد هذا الكلام انت كان اكيد كبير جدا فشيء اكيد يسعدنا كلنا كاهلوية وقلنا قبل كده احنا محتاجين نشوف دولاب بطولات اخر لان فعلا ما بقاش مكفي انا مش بهزر يعني انت بحتاج فعلا بتعمل ده فزيارة محترمة انا كان نفسي سيادة العميدة احمد النحاس طبعا يعني مدير الفرع هناك يكون معنا على التليفون عشان يحكي لنا اكتر لو عارفنا يا جماعة بليز ياريت تجبهولنا على التليفون طبعا وراجل محترم جدا وكان بيعمل مداخلات كتيرة معنا وراجل زوء جدا وراجل بيشتغل بجد فكنا حابين نسمع منه الزيارة كانت ازاي وكوالسة فياريت نحاول نتوصل معه بعد اذنكم